طبي يوم رجعوا يعيشي لاشيب لك هجع حلوه ما برضي لك ما تاخده شي لك نجي مع الطلبة الموهبين من مدرسنا أنا مدرس في المدرسة اللي هي معظم الفريق سجل فيها النهاردة اللي من مدرسة رهابات نقاط احنا بننمي المواهب اللي عندنا بالنسبة للمدرسة وبالنسبة في الكرور مشاهيرنا جادة بنات عنديهم مواهب في الكرور الصعيدي اللي غنا الصعيدي ليلتي هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وقاتي جمالتنا تحديات كتير من ناحية الأهالي والتفكير الصعيد من ناحية أن البت ما ينفعش تطلع وما ينفعش تتغني أو تتكلم أو أي حاجة بس الكابتن فهمنا أن الحاجات دي كلها مش صحة أنا بحب أتمثل وبنمي أكتر في الكرور مشاهيرنا جادة وبحب أغني برضو بنمي أكتر في المشاهير في الكرور نجادة هاتي حباب التعبكي على الوزع للرصايا مالك ماليش حطني الفكرة باختصار إحنا بنلف نجوع القرى بنجمع المواهب والمبدعين في التمثيل في المسرح في الغنى في الشعر في الرسم في كل المجالات الفنية والثقافية والرياضية والمجالات التراصية ونبدأ نجمع المميزين ونعمل بهم مشروعات المشروعات دي نوظفها في خدمة المجتمع أنا بحب التمثيل كنت بحب أن تم أنا في بيتي برضو في البيت بحب أن أنا بحاول أعمل مصرحيات كتابة وأديها مع نفسي شكراً على الكلمة الحلوة اللي بتتقال فتغير مدنة شكراً للناس اللي فريق جداً في حياتها وجودنا شكراً عني يا صافية والناس بعودة وافية دايماً في الشدة وجودهم بيها وإننا أصعب ما إحنا